اهلا وسهلا بكم عزائي طالب الطالبات الصف الاول الزراعي في قناتكم قناة العلم قناة التفوق ان شاء الله قناة المعرفة قناة مصر للتعليم الفني ان شاء الله نهارده هنكمل بقية حلقاتنا للصف الاول الزراعي تخصص صناعات غزائية او مادة صناعات زراعية للصف الاول الزراعي زي ما احنا متعودين في بداية كل درس وفي بداية كل حلقة لنا بنحاول نراجع على ما سبق دراسته في الحلقات السابقة او في الدروس السابقة ليه بنراجع عشان نعمل عملية تذكير سريع عشان نعمل عملية تمهيد للدرس بتاعنا اذا كان فيه دروس بتاعتنا متصلة ببعضها يعني لو بنتكلم فيه وحدات موحدة متكاملة فبنحاول نجيب جزء من نشرح الدروس اللي سابقة لها عشان نعمل عملية اتصال ما بين الدرس وبعضه مبقاش فيه حاجة اسمها انفصال في المعلومات يعني كل معلوماتنا متصلة مع بعضها ما يكونش فيها انفصال او حاجة تهرب مننا اثناء مذاكرتنا جميل؟ طيب نتكلم عن الوحدة الاولى وكنا بنتكلم فيها او بنشرح فيها عن علم الصناعات الزراعية بشكل عام ايه هي تعريف الصناعات الزراعية واخدناه بنوع من انواع التفصيل والشرح ايه هو اهمية الصناعات الزراعية ايه هي العلوم المرتبطة بالصناعات الزراعية واقسام الصناعات الزراعية وكمان خدنا ايه اللي ادى او ايه دور اللي ادى لانتشار علم التصنيع الزراعي وخلى البشرية كلها فكرت في انتشار علم التصنيع الزراعي وكذلك كمان خدنا دور الدولة او ايه المفروض على الدولة علشان تنهض بالصناعات الزراعية ده كان شرحنا في الوحدة الاولانية وخدناه طبعا في الدروس الاولانية او في الحلقات اللي فاتت خدناها من نوع من انواع التفصيل طيب خدنا بعد كده الوحدة التانية ولسه مكملين فيها وكنا بندرس فيها درس ايه او وحدة المحاليل وقلنا احنا يمنا في وحدة المحاليل هو ليس التفاعلات الكميائية زي ما حضرتك بتاخدها في حصة الكيميائية بتاعتك لكن احنا بيهمنا في المحاليل ازاي اقدر اكون محلول وايه هي ميزة او عيوب اذا كنت انا هستخدم محلول معين لو انا زودت في مقدار تركيب مادة معينة او محلول معين زودته في تركيز بتاعه او قللت في التركيز بتاعه ايه اللي ممكن يحصل او ايه الاضرار ممكن تحصل عندي في التحليل المادة او في المادة الصراعية او المادة اللي انا بعملها اعمل ايه التصنيع ايه المشاكل اللي ممكن اواجهها لو انا زودت او قللت التركيز يبدا كان درس المحاليل او المفروض من وحدة المحاليل انتنا نتعلمه وكمان من ضمن الدروس اللي بناخدها او انا هناخدها ان شاء الله النهاردة في الحلقة وان شاء الله هنكمل في الحلقات اللي جاية ازاي انا بقدر اقدر اقدر تركيز المحلولي ازاي بقدر اقدر تركيز الملح في الماء او تركيز السكر في الماء عشان اوصل للنسبة المناسبة لية لتركيب او تكوين المحلول بتاعي من غير زي ما قلنا يحصل اي تلف لو انا زودت التركيز بيحصل عندي مشاكل لو قللت التركيز بيحصل عندي مشاكل فانا ازاي اقدر اقدر اوصل للنسبة او التركيز اللي انا عايزه باني طريقة او باني ادوات ده ورضو هنشرحه ان شاء الله في درسنا ان شاء الله النهاردة والدروس اللي جاية ان شاء الله في الحلقات بتاعتنا طيب نعمل بقى كده مراجعة بسيطة على اول درس المحاليل قولنا المحلول هو عبارة عن ايه عبارة عن مخلوط متجانس مكون من مادتين المزاب بيكون مادة صلبة سكر او ملح والمزاب بيكون مادة سائلة عامة وهو بيكون مية في درجة حرارة معينة في درجة حرارة معينة قولنا خليط متجانس ليه خطينا عليها شرطة لو حبينا نرجعها للدروس او للحلقات اللي فاتت ودرجة حرارة معينة ليه برضو وحطينا تحت منها شرطة لان ده نرجع لها في الحلقات برضو ايه السابقة اللي احنا شرحنا طيب وبعد كده اخدنا من ضمن المحليل المحليل اهمية المحليل واستعملاتها هلنستعمل المحليل ليه بنستعمل المحليل في ايه في التصنيع الغذائي قولنا بنستعمل المحليل في عملية غسيل المادة الغذائية قبل ما عمل لها عملية تصنيع باستعملها في عملية التكفيف باستعمل المحليل في عملية التجميد باستعمل المحليل ان انا بنتج بعض المنتجات الغذائية زي المياه الغذية والعصائر كمان بستعمل المحليل كمادة حفظة وده اللي هندرسه ان شاء الله او اللي هنشوفه في عرض حلقتنا النهاردة ان شاء الله طيب ودرسنا المحليل السكرية وقلنا ان عبارة المحلول السكري بشتق او منبسط من المحلول بشكل عام قلنا ان المحلول السكري هو عبارة عن ايه عبارة عن بخلوط متجانس من ناتج عن اذابت مادة صلبة وقلنا السكر ويعرف بيه المزيب ومادة سائلة وقلنا الماء ويعرف بيه المزيب في درجة حرارة ايه معينة طيب بعد كده خدنا بعض التعريفات المعينة او في بعض الكلمات المعينة الممكن انت هتتردد على ازهاننا او فيه ودنا واحنا بنسمع او بنقرأ الدرس بتاعنا في الكتاب وقلنا هنسمع عن حاجة اسمها السكروز وقلنا ان السكروز ده عبارة عن سكر سنائي مكون من الجلوكوز والفاركتوز وهو بنقول عليه السكر الناتج من البنجر واصب السكر وهو السكر طبيعي اللي احدى بنستعمله العادي طيب بعد كده خدنا حاجة اسمها عسل الجلوكوز وعسل الجلوكوز ده اللي هو الجلوكوز التجاري اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن النشا اللي عندنا الطبيعي اللي بينتج من الدراء اللي احنا معارفينه بيدائب في الماء بدوب في المية ويتحلل الى مكوناته اللي هو الجلوكوز والملتوز والديكسترين ودرجة حرارته 66% من حلاوة سكر القصب يعني ده درجة حرارته حلوته 66% من درجة حلاوة ايه سكر القصب اللي احنا عارفينه وقلنا ان من العسل الجلوكوز ده او الجلوكوز التجاري اللي هو بنعمل منها المهلبية اللي احنا عارفينها ويه الكستر ويه بعض ايه المنتجات المعينة اللي بنستعمل فيها السكر او عسل الجلوكوز اللي هو واضح قدامنا فيه الصورة ده هو عبارة عن ايه نشا دائب في الماء نشا دائب في الماء بيكون مثلا حوالي كباتين او تلاتة نشا على ربع كبات مية او نصف كبات مية وبندوبها مع التقليم لحد ما يكون عندنا مادة الغروية او الشبه السائلة دي المادة دي وفي بعض الناس بتستعملها كمان كمادة لصقة يعني المادة دي اللي هي النشا الغروي دوت بنستعمله كذلك كمادة لصقة وبنسميه عسل الجلوكوز او بالشكل التجاري بنسميه جلوكوز التجاري وخدنا كمان السكر المحول وقلنا السكر المحول اللي هو احنا بنسميه بالشكل العام بتاعنا الشرباط او شرباط السكر ده بنستعمله غالبا في الحلويات يعني كل الحلويات المستعملة اللي حضرك بتتعملها في البيت او ولدتك بتحضرها في البيت بتكون مجهزة من الشرباط او السكر المحول اللي هي صورته قدامنا ده زي ما احنا شايفين هو قوامه زي قوام العسل لزوجته عالية وقوامه زي قوام العسل كده بس طبعا هو فرق ايه في اللون ده طبعا لونه ابيض اما العسل بيدي على لون اصفر او مسفر شوي ده مكون من ايه السكر المحول ده ده عبارة عن سكر السكروز دوبناه فيه ماء بس بكمية كبيرة يعني لو قلنا مثلا ربع كباية مية او نص كباية مية حطينا عليه من كبايتين او تلاتة مية سكر اسف وحطناهم على درجة حرارة مرتفعة شوية مع التقليب الجيد لحد ما دانا القوام اللي احنا شايفينه قدامنا في الصورة دوت وبعد كده استعملناه في الحلويات اللي احنا عارفينها من حلويات ملد النبي اللي احنا بنجيبها الحمصية والفولية وسمسمية وكمان استعملنا الشبه سائل منه في ان احنا بنحطه على الكنافة والبسبوسة والحلويات الشرقية واللي احنا عارفينها كلنا يبقى ده السكر المحول الناتج من ايه من اضافة طبعا منضف له كمان اسف حمد السيتريك او ملح اللمون او اللمون يعني اللمون اللي احنا بنستعمله دوت بيبقى فيه مادة حمد السيتريك او اللمون او ملح اللمون والفايدة من اضافة حمد السيتريك او اللمون او ملح اللمون اللي احنا بنسميه باسم تجاري ان دوت بيعمل عملية عدم تسكير للشربات او تسكير للسكر المحاول يعني ما يخليش السكر بعد ما دوبناه وبعد ما حولناه الى الشكل اللي احنا شايفينه دوت ما يخلوش يتجمع تاني ويكون بلورات سكروز تاني بيفضل السكر دائب عبارة عن جلوكوز وفاركتوز دائب جوه السائل اللي موجود فيه فما بيخلوش يمنعه من انه يتحول الى حبيبات سكر مرة اخرى يبقى اذا هو السكر المحاول هو عبارة عن تحليل مائي بسكر السكروز بواسطة حامد الستريك ودرجة حلوته 130% من سكر السكروز او هو القصب وتستعمل فيه صناعة ايه الحلوة ده يا جماعة بيجيلكوا فيه الامتحان بصيغة سؤال وجواب عرف سكر السكروز عرف السكر المحاول عرف عسل الجلوكوز طبعا حضرتك تكون اول حاجة كتبها هي نسبته او حلوته قد ايه من سكر السكروز فعندنا عسل السكر المحاول حلوته 130% اما السكر العسل الجلوكوز حلوته 66% من سكر القصب طيب بيتكون ازاي واحنا قلنا ان عسل الجلوكوز بيتكون من النشا وبيتفكك جزيئاته الى الجزيئات الاقل ثم اما سكر او السكر المحاول ده مكون من عسل الجلوكوز او العسل السكر محاول مكون اسف من سكر السكروز اللي احنا ده وبنافه مية ودرجة حرارته 130% مع اضافة حامض الستري طيب ده بالنسبة ليه السكريات قلنا استعمالات المحلول السكري بيستعمل في صناعة الحلوة والحلوة الطحنية تحضير المشروبات السكرية المختلفة صناعة الفاكهة المسكرة والجيلي والمرملات تحضير الكحول والخمور يعتبر عامل حفظ في بعض المنتجات مثل المربة يكسب السمارة الحمضية طعم حلو وطبعا ده كله شرحناه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت احنا بنعمل نوع من انواع المراجعة والربط بين الدروس بتاعتنا بالاضافة كمان اني بيستعمل كمان السكر في منتجات اخرى زي اظهار الطعم الطبيعي للفاكهة بتاعتنا بعد كده خدنا المحلول الملحي خدنا المحلول الملحي وقلنا عبارة عن ايه المحلول الملحي المحلول الملحي هو عبارة عن ملح دائب في المية طب هو برضو زي ما احنا قلنا خدناه من التعريف الاساسي بتاعنا هو عبارة عن مخلوط متجانس ناتج عن ازابة كمية معينة من الملح وهو المزاب زائد كمية معينة من الماء وهو المزيب برضو في درجة حرارة معين نشوف التعريف بتاعنا قالك هو عبارة عن محلول المتجانس ناتج عن ازابة مادة صلبة وقلنا الملح يعرف بالمزاب في سائل وهو الماء يعرف بالمزيد في درجة حرارة معين طيب الملح المستعمل عندنا في صناعات الزراعية او صناعات الغذائية عبارة عن ملح ايه ملح الطعام طيب ملح الطعام ده هو له تركيب معين اه له تركيب معين هو اللي انا عايزه هو كولوريد السوديوم كولوريد ايه السوديوم اي حاجة بالاضافة اللي كولوريد السوديوم تعتبر بالنسبة لشائب او مواد شائبة ممكن تأديلي تلف للصناعات الزراعية زي ما او الصناعات الغذائية زي ما احنا عرفنا وشرحنا في الحلقة اللي فاتت طيب درجة الملوحة اللي انا باستخدمها في التصنيع الغذائي بتحوالي 26 ل 27% ملح ده اللي انا بقدر ايه يعني استخدمه في عملية الايه التمليح طيب ملح الطعام ده بيجي منين شرحناها وقلنا ملح الطعام ده عبارة عن طرح البحر بنجيب المياه اللي جاية من البحر وبنجمعها فيه احواض معينة الاحواض دي بتيجي بتجمع فيها المياه وبعد ما بيحصل ليه المياه تبخير الملح بيترسب في هذه الاحواض بنبدأ نكومه بشكل معين ونسيبه مدة طويلة في الشمس عشان ننزع منه اكبر كمية رطوبة ممكنة وبعد كده بندخله على افران معينة علشان تعمله عملية تكفيف ثم طحن بشكل معين علشان نوصله ليه الشكل النعم او ملح الطعام النعم اللي احنا بنستخدمه فيه عملية الايه الاكل بتاعنا العادي طيب انواع الملح اتكلمنا عنها وقلنا وبرده شرحناها بنوع من انواع التفصيل قلنا ان انواع الملح الطعام عندي ملح الالبان الملح الصخري ملح المائدة والملح اليودي وقلنا ده بنستخدمه فيه الاراضي ازرعي الشروط الوجه التوفره فيه الملح المستخدم فيه الصناعات الغذائية ان يكون نقي وخالي من الشوائب لا يحتوى على الماغنسيوم وقلنا الماغنسيوم بيعمل ايه بيدي طعم مر للمنتج الغذائي اللي انا بطلعه عدم احتواءه على عنصر اليود اللي يسبب لون ازرع مع المواد النشوية وشرحنا ده بالتفصيل وكذلك ان يكون خالي من الكالسيوم اللي يسبب بقع بيضاء على المخلل زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة ويتفاعل مع الاحماض اللي هو الحمض اللاكتيك اللي هو بكتيريا حمض اللاكتيك اللي تنتجه بكتيريا حمض اللاكتيك اللي بيساعد على تسوية المخلل فالكالسيوم ده بيقتل او بيطلف عمل حمض اللاكتيك اللي ننتج من البكتيريا ولما بيطلف عمل البكتيريا حمض اللاكتيك او الحمض اللي طالع من البكتيريا حمض اللاكتيك بيساعد على النمو ايه؟ بيساعد على النمو البكتيريا او الاحياء الدقيقة الفازدة اللي بتسبب لي تلف للمخل استعمالات الملح برضو شرعتناها في الحلقة السابقة والدرس السابق بالتفصيل وقلنا يستعمل في صناعة الأسماك المملحة أو صناعة المعلبات عموما سواء كان أسماك مملحة أو خضار مملح في صناعة اللحوم المجففة في صناعة المخللات بعد كده خدنا طرق تحضير المحلول وده اللي هنشرحه النهاردة زي ما احنا قلنا بنوع من أنواع التفصيل طرق تحضير المحلول وزي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا ثلاث طرق للتحضير المحلول فيه تحضير محلول زو تركيز معين وتحضير محلول زو تركيز مرتفع ثم تغفيده وتحضير محلول زو تركيز منخفض وزيادة تركيزه دي عندنا ثلاث أنواع للمحاليل لازم نكون عارفينها ولازم نكون فاهمينها بنوع بشكل ايه يعني بركز شوية ونكون مركزين او فيه الكلام اللي هيتقلم طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده وزي ما هعيد شرح تاني النقطة دي احنا بنبقى عارفين ان المحاليل احنا بنعملهاش فيه بشكل تجاري او فيه المصانع مش بنعملها بكمية قليلة انا ممكن نعمل بكمية قليلة او عينات منها علشان خاطر ايه علشان خاطر نعمل انواع نعمل نعمل انواع التجربة يعني انا بقى حضر محلول صغير بقى او بكمية صغيرة وبعمل عملية التجربة ليه بشوفت الحلول ده حيبقى شكله عامل ازاي نسبة الملح فيه شكلها عامل ازاي طب لما احفظ بيه مادة غزائية معينة لمدة معينة هتوعد معايا قد ايه في سائل الحفظ بتاعها من غير محصل الله تلف فانا بعمل نوع من انواع المحاليل البسيطة او بكميات بسيطة كنوع من انواع التجربة ليه عشان لما بقى ااجي استخدم الكميات الكبيرة للمحاليل لما ااجي استخدم الاطنان اللي انا هستعملها في عملية التصنيع انا لما بجي اعمل عملية تصنيع عشان اقلل التكلفة لازم ازود فيه كمية المادة الخام اللي انا بستعملها طيب انا بعمل ايه بقى ببدأ اجيب كميات معينة او كميات صغيرة بعمل عليها تجربة طيب ثبت التجربة نجاحها وبدأ تعرف الكميات ببدأ احدد على اساسها كمية المادة الخام الكبيرة اللي انا هستعملها دي حاجة الحاجة التانية طريقة التعامل او تكوين المحلول انا لما بجي اعمل مثلا وعلى سبيل المثال محلول سكري فعلشان ابدأ اجهز المحلول السكري دوت وايه اعمل له عملية ازابة طيب انا لازم اهيأ له الظروف المناسبة اللي ما يحصلش فيها تلف اسناء تكوين المحلول ويحصل عندي بعد كده مشاكل في الانتاج او خسارة في اسناء التكوين طيب يبقى انا لازم اعمل ايه لازم اهيأ الظروف لازم اجهز الادوات بتاعتي طيب انا دلوقتي هستعمل محلول سكري وحنتج محلول سكري يبقى انا ببدأ اجهز ايه ببدأ اجهز الادوات الاواني اللي انا هشتغل فيها وحابدأ اعمل فيها محلول سكري طيب ببدأ اعمل اجيب اواني مجهزة بجدارين الجدار الخارجي بيستعمل فيه ماء عشان اعمل عملية تكوين محلول سكري فيه جو غير ملاصق لاللهب المباشر يعني ايه يعني ما اجيب حلة لها جدارين مختلفين بيكون ما بينهم فراغ بمنى الفراغ ده بسائل المية علشان ما عملش تلامس ما بين السكر اللي موجود فيه المحلول وجدار الحلة او بجدار الاوادي اللي انا بعمل فيها عملية تكوين المحلول واللهب المباشر فيبقى عملية التسخين او عملية رفع درجة الحرارة بتكون عن طريق الماء المغلي فالماء المغلي ده ما بيعملش كاربانة للسكر ما بيخليش السكر يتحرق فيه الاواني اللي بيبدأ بيها عملية الايه التسوية او رفع تركيز المحليل الموجودة اللي انا ببدأ اكونها يبقى انا لازم احط في دماغي الاعتبارات دي كويس قوي لو انا هعمل محلول سكري او هجهز محلول سكري زو تركيز معين لو انا هعمل مثلا شرباط فانا عشان اكهز الشرباط ده واعمله وحافظ على اللون بتاعه وحافظ على القوام وحافظ على الشكل بتاعه اللي هو الرائق الشفاف اللي مفيش فيه اي شوائب لازم اعمل عملية ايه اعمل عملية تسخين عن طريق بخار المية او عن طريق الماء طب ازاي ان انا بجيب حلة او بجيب اواني لها جدارين الجدار الداخلي بحطه فيه او بضع فيه المحلول بتاعه اللي هو عبارة عن السكر والماء والجدار الخارجي اللي هو اللي بعد الفراغ ده بضع فيه الايه بضع فيه اللي بيكون ملاصق ليه اللهب وبعمل عملية تسويع عن طريق الماء او عن طريق بخار الماء اللي ناتج من ايه من الفراغ اللي ما بين الجدارين اللي احنا بنتكلم عنه خلاص يبقى دي عملية تكوين المحلول السكري ده كله ليه عشان بتلافع اي خسائر ممكن تحصل اثناء تكوين او اثناء عمل المحلول السكري ما يحصلش ان السكر يلتصق به يتفاعل بشكل جامد مع حرارة الماء او حرارة الاسف المباشرة في حصل عملية كرمالة يغمق اللون بتاعه يبدأ بعد كده يعمل لي تلف ليه السائل او الشربات او عسل الجلوكوز اللي احنا قلنا عليه فبنحاول بقدر امكان انه يبقى لهب غير مباشر او تسخين غير مباشر اثناء تكوين ايه المحلول السكري بشكل اخص طيب اول حاجة عندي اول طريقة عندي من تحضير المحلول هو تحضير محلول زو تركيز معين تحضير محلول زو تركيز معين يعني انا عندي محلول معلوم التركيز عارف انا عايز اعمل منه تركيز قد ايه فبقول نسبته وبحدد نسبته على اساس نسبة المادة الخام وعلى اساس نسبة السائل اللي هيتحط فيه المحلول طيب انا دلوقتي لما حاجة استعمل المحليل زي ما احنا قلنا المحليل فيه منها شقين او فيه منها اهم الاساس فيها عندي الجزء الاساسي فيها هو الماية والمادة المزابة او المادة الخامن المزابة او المادة الصلبة يبقى لازم نعرف صفات المادة السائلة او الماء اللي مستعمل فيه المحلول لازم يكون نقي خالي من التلوث الماكروبولجي ده طبيعي ما يكونش فيه اي ملوثات مكروبولجية بكتيريا فطريات كذا الكلام ده كله هيعمل لنوع من انوع التالف خالي من التلوث المعدني برضو ده طبيعي واحنا قلنا برضو كان سببه ايه او ممكن يعمل مشاكل ايه خالي من الاملاح التي تسبب رواسب خالي من اللون والرائحة والطعم وده التركيب الفيزيائي للماء انه يكون نقي شفاف رائق ما فيش فيه اي شوائب الماء عموما هو التعريف بتاعي احنا خدناه حتى في الابتداء يقولك ايه الماء هو منتج او هو مادة ليس لها لا طعم ولا لون ولا رائحة ليس لها لا طعم ولا لون ولا رائحة لو المادة دي عندي اختلفت في اي حاجة من الحاجات دي او الماء اختلف فيه اي حاجة من الحاجات دي ما بقاش ماء يبقى ماء وما حاجة تانية معاه لو لوه الريحة مثلا وحطين عليه مية ومورد ولا حاجة يبقى ده محلول من ماء ومية الورد مثلا او البرفان او الريحة اللي اتحطت فيه او الاسنس اللي اتحطت فيه طيب لو لوه طعم يبقى عمل فيه محلول سكري او محلول ملحي فدله الطعم المسكر او المالة لو لوه لون مختلف مثلا ولا حاجة يبقى دي صبغة اتحطت فيه بايزا الماء بشكله الطبيعي هو ليس له لا طعم ليس له طعم وليس له رائحة وليس له ايه لون معين هو شكله شفاف رائط ما فيش فيه اي شوائب طيب يبقى لو انا جال في الامتحان وقال لي ايه شروط الماء المستخدم في عملية التكوين المحلين لو انا كتبت التعريف ده بالذات او لو كتبت الطبيعة الكيميائية او الطبيعة الفيزيائية للماء انا خدت العلمة كاملة تعتبر ليس له لون او طعم او رائحة خالي من الشوائب خالي من الاملاح خالي من الماكروبولجي او البكتيريا او الفطريات الضر طيب ده صفات الماء المستعمل بالمحلول طيب قلنا تحضير محلول زو تركيز معين واخدناها بشكل مبسط وقلنا ان المطلوب عمل محلول تركيز 10% من المزاب ملح او سكر من وز المحلول المقدر 100 ملي يبقى انا لو عايز اعمل محلول 100 ملي بحط او بضع فيه 10 جرام 10 جرام سكر واضع فيه 90 جرام من المحلول سائل وهو المية يعني انا ده المحلول زو تركيز معين او المحلول البسيط بيبقى عندي كمية المحلول اللي انا عايزها كمية السائل اللي انا عايزه كمية المخلوط اللي انا عايزه بقدر اشوفه قد ايه قالك عمله 30% عمله 10% عمله 15% بحطر الكمية اللي موجودة عندي بحط بضع فيها السكر بضع فيها الماء وبقدر احدد على اساس طيب لو احنا فاكرين قلنا فيه تركيب او تعريف عسل الجلوكوز قلنا فيه قد ايه قلنا فيه 133% من سكر ايه القصب او من السكر السكروز فاذا انا ببدأ على اساسه ابدأ احدد كمية السكر اللي بتوضع فيه المحلول طيب ده التعريف البسيط او الشرح البسيط ليه المحلول زو تركيز معين بعرف اقدر الكمية المطلوبة مني قد ايه بضع على اساسها ايه الكمية المودة الصلبة او كمية السائل المطلوبة فيه طيب بعد كده عندي تحضير محلول زو تركيز مرتفع ثم تخفيفه يعني انا لو عندي سائل او محلول مجهز محلول جاهز محلول تركيزه عالي وعايز اخففه طيب بنواجه دي ازاي بواجه دي استاذ او بواجه دي في في عملية التخليل انا لما بجعمل اه مخلل بحطه فيه سائل حفظ سائل الحفظ بالنسبة لي بتكون درجة الملوحة فيه من 26 ل 27 في المية ملح يعني بحطي نسبة ملح عالية جدا عشان اقدر احفظ المادة الغذائية اطول فترة من كده طيب هو ده سائل التسويق لا مش ده سائل التسويق سائل التسويق بيكون حوالي 14 او 15 في المية ملح عشان يبدأ يكون طعمه مستساق بالنسبة لي المشتري او للزبود اللي بيشتري المخل طيب فانا لازم اقل كمية الملح الزيادة دي او كمية الملح العالية دي اقللها ليه اوصلها ليه 15 في المية ده اسمه محلول مركز عايز اعمل له عملية التخفيف طيب ازاي بعمل بعمل عملية التخفيف دي ازاي بقلل من تركيز المحلول ليه اكتر من طريقة هنشوف الموضوع دوت ونشوف العرض تعال يتم تخفيف المحلول المرتفع في التركيز عن طريق اضافة الماء المباشر او عن طريق اضافة محلول تركيز واقل من المحلول مرد تخفيف يعني انا عندي طريقتين عشان اخفف محلول مركز يأما بضيف مية على المحلول المركز لحد ما وصل للدرجة اللي انا عايزها دي اول نقطة وده اسهل طريقة ان انا بجيب محلول مركز عشان اخففه او اقلل نسبة الملوحة او اقلل نسبة السكر فيه بجيب ماء صافي او ماء نقي وبضيفه ليه المحلول السكري او المحلول الملحي وابدأ اقلل كمية الايه كمية الملح اللي فيه او السكر اللي فيه وحد ما وصل للتركيز اللي انا عايزه طيب دي اول طريقة طيب الطريقة التانية لو انا ما عنديش مية مثلا او مش عايز استهلك مية زيادة فيه عملية تخفيف التركيز ان انا بجيب محلول مخفف محلول مخفف وبضيفه على المحلول المركز عشان اقلل من كمية التركيز ودي تبقى العملية دي اصعب شوية ومحتاج دقة ومحتاج شوية قياسات معينة ببدأ استخدمها علشان ما احصل اي تلف لنمتج وما احصل اي مشاكل في المنتج اللي انا بعمله عملية تخفيف ليه فأزن دي طريقتين لدي عملية تخفيف المحلول المركز او تخفيف المحلول المركز وتخفيد نسبة التركيز بتاعك لو انا استخدمت بقى لو انا استخدمت المحلول المخفف في تخفيف محلول مركز نركز مع بعض في الكلمة دي لو انا استخدمت محلول مخفف في تركيز محلول في تركيز محلول مركز بنستخدم في الطريقة دي حاجة اسمها مربع برسل لتساعدنا على حل هذه المسألة يبقى لازم استخدم حاجة اسمها مربع برسل برسل ده كان عالم رياضيات اخترع او اتكر فكرة معينة لتخفيف المحليل وحنشوفها بالتفصيل دلوقتي طيب قبل ما انا اعمل عملية التخفيف دي او لو انا هستخدم المية في عملية التخفيف لازم اكون حاطت في اعتباري ان كسافة الماء بتساوي صفر الماء مالوش اي كسافة مالوش كسافة مالوش وزد زي ما احنا بش كلمة وزد فيه فرق ما بين الكسافة او الوزد مالوش كسافة اصلا يعني ايه يعني هو الماء احنا بنقيس عليه كسافة المنتجات او المواد التانية فالماء ذات نفسه هو ملوش كسافة فيزيائية طيب دي عشان خاطر تساعدنا على الحال ده لو انا هستخدم الماء في عملية التخفيف طيب نروح نشوف مثال بقى لمربع برسل نريد تخفيف محلول تركيزه 50% لو انا عندي تركيز محلول مكون من 50% مواد صلبة و50% املاح نحوله الى محلول تركيزه 15% ونريد تحضير كمية 80 كيلو جرام من المحلول 15% انا عندي المحلول ده 100% فيه 50% منه مواد صلبة و50% مية عايز اقلله الى 15% وحضر من المحلول الى هو 100% ده 80 كيلو جرام منه الى محلول 15% واسيب العشرين كيلو جرام زي ما هم بالتركيز بتاعهم ال 50% طيب نستخدم بقى طريقة مربع بيرسل حيث نضع في المركز في مركز المربع التركيز المراد الوصول اللي هي زي ما احنا شايفين قدامنا فيه الصورة هنا ادي هنا عاملين 15% اللي هي المراد وصول التركيز لها وعلى الطرف الايصر هنا نضع تركيز المحلول المراد تخفيفه اللي هو التركيز هو اللي احنا قلنا 50% بقى انا بحط هنا او بضع المحلول او التركيز اللي انا عايز اوصله اللي انا عايز اروح لحد عنده وبحط على الشمال هنا نسبة التركيز اللي موجود عليها المحلول بشكل طبيعي ده من تركيز المحلول 50% موضي صلبة وعايز اقلي لـ 50% موضي صلبة دي الى 15% موضي صلبة وحافظ على كمية السائل اللي موجودة عندي ونضع كمان فيه المكان الايصر هنا تركيز الماء او كسافة الماء وتركيز الماء او كسافة الماء عبارة عن 0% هو عبارة عن 0% ثم نقوم مع عملية الطرح باتجاه قطر يعني بعمل بطرح ديه من دية وعشان اوصل ليه النتيجة بطرح 0 من 15 هيديني كم 15 وبطرح 15 من 50 يديني 35 يبقى انا هستعمل محلول هكون محلول 35 كيلو جرام مية في 15 كيلو جرام ملح كده انا بوصل لمحلول تركيزه قد ايه 15 في البي ثم نقوم بعملية الطرح باتجاه قطر زي ما احنا شوفنا قد 50 من 15 اديني 35 ونضع النتيجة في الجهة اليوم زي ما احنا شايفين قدامنا صفر من 15 اديني 15 يبقى انا لو جي في الامتحان وقال لي نريد تخفيف محلول تركيزه 50% يعني انا عندي محلول تركيزه 50% 50% موضة صلبة و50% سائل عايز اقلل المحلول ده الى 15% طب بعمل ايه بقلل المحلول الى 15% ازاي ان انا بجي بعمل بحط بعمل مربع برسل زي ما انا شايف قدامي كده بضع فيه التركيز اللي انا عايز اوصله كمية التركيز كمية الاملاح كمية السكر اللي انا عايز اوصلها 15% وبضع فيه الشمال التركيز اللي عليه المحلول اللي انا عايزه اللي هو 50% وتركيز المادة السائلة او التركيز السائل اللي انا هحطه فيه عندي السائل اللي انا هستعمله او هضعه فيه عملية التخفيف هو الماء التركيز السائل ده كام او تركيز الماء كام زي ما احنا قلنا 0% بطرح 0 من 15 يديني 15 و 15 من 50 يديني 35 طيب دي الخطوة الاولانية دي كده انا خدت عليها نصف الدرجة طيب بعد كده نقوم بكتابة المعادلة التالية كل 15 كيلو جرام من المحلول اهو اللي انا عايزه 50% يديني 35 جرام مية و 50 جرام محلول 15% بعمل كده بدي سين وصاد وابدي اعمل معادلة بتاعتي سين بتساوي 15 15 في 50 في 80 على 50 بديين 24 كيلو جرام وزن المادة الصلبة و 35 في 80 كيلو جرام على 50 بديين 56 كيلو جرام وزن الماء يبقى انا كده حسبت بالزبط كمية المية اللي انا عايزها طلعت 56 كيلو جرام وزن الماء وكمية السكر او كمية المادة الصلبة او كمية الاملاح اللي انا عايزها 24 كيلو جرام عن طريق ضرب طرفين في وسطين 80 في 35 الداني 56 و 80 في 15 اللي هو دي الداني كام الداني 24 ده شكل مبسط او طريقة مبسطة لعملية الايه لعملية اننا بخفف محلول مركز بخفف محلول مركز الى محلول اقل في التركيز لازم استخدم مربع او معادلة بيرسون طبعا انا بشرحها لك هنا بنوع من انوع التفصيل في الدرس عندنا لو في اي ملاحظات عند حضرتك انت في الشرح بتاعي او عايز تفهمها بشكل اكبر بتتابعنا على قناتنا على اليوتيوب و قناتنا على الفيسبوك قناة التعليم الفني وبتقول لنا ملاحظاتك وبتقول لنا ايه المشاكل وجهتك في الدرس دوت وبنحاول بقدر امكان ان احنا نجاوب لكم عليها بشكل سريع ان شاء الله ولو في اي توضحات نيجي في الحلقات اللي جاية ان شاء الله نشرحها لكم برضو بشكل اوسع وبشكل اكتر ونجيب لكم عليها مسألة اكتر تكون سهلة الحل عليكم ان شاء الله يبقى اذا نرجع تاني للمسألة دي لانها مهمة جدا نحن ناخد بالنا منها انا عندي محلول مركز محلول عالي التركيز نسبة الاملاح فيه او السكر فيه خمسين في المية وخمسين في المية مية طيب انا عايز اقلل التركيز ده من خمسين في المية املاح الى تركيز خمستاشر في المية وحضر من المحلول ده تمانين كيلو جرام يعني انا عايز احضر من المحلول اللي هو خمستاشر في المية املاح او خمستاشر في المية سكر عايز احضر منه تمانين كيلو جرام اول حاجة بعملها بعمل حاجة اسمها مربع برسن مربع بيرسون ده بعمل فيه ايه بضع فيه المنتصف نسبة الاملاح اللي انا عايز احطها نسبة الاملاح اللي انا عايز اوصل لها اللي هي ال 15% جميل طيب وفيه عندي جنب شمال وفيه عندي جنب يمين طب الجنب الشمال ده جاي منين جاي من مسألة اول حاجة 50% ده نسبة التركيز بتاع الملح المراد تخفيفه نسبة التركيز بتاع السائل المراد ان انا اقلله طيب الجنب الصفر دي جات منين يا استاذ الصفر دي نسبة تركيز الماء المستعمل او الماء السائل المستعمل في عملية الايه في عملية التحليل او في المحلول المكون عندي طيب نسبة تركيز الماء قد ايه يا استاذ نسبة تركيز الماء صفر نسبة تركيز الماء ايه صفر دي ما بتتغيرش اللي ممكن يتغير هو ال 50% ممكن يجي سؤال تاني يجيبوا لك ستين ممكن يجي سؤال تاني يقول لك اربعين يبقى ليه النسبة المتغيرة وكذلك الخمستاشر في المية ممكن يجي سؤال تاني يقول لك عايز عشرين عايز خمسة وعشرين على حسب كل ايه كل سؤال ما هيجي لك ازاي لو جاي قالك خمسين في المية تركيز المادة او تركيز اللي انا عايز اخففه يبقى انا بحط على الشمال نسبة تركيز ايه السوائل او المواد المركزة او المواد اللي انا بستقل لنا عايز اخففها طيب بعد كده بعمل عملية طرح من الطرفين والوسطين باوصل الخط ده بن الخط ده وبطرح عشان اوصل من الخمسين اوصل الطرف اليمن هنا لازم اطرح دي من دي خمسين من خمستاشر ادني خمسة وتلاتين طيب صفر من خمستاشر اي حاجة تطرح في الصفر تدين نفس الرقم فاداني هنا ايه خمستاشر نسبة الاملاح اللي انا عوز اوصلها خمستاشر نسبة السائل اللي انا عايز اوصله 35 خلاص كبه انا كده عملت سائل نسبته كام عملت محلول نسبته كام 15% جميل طيب جميل يا استاذ طيب ده انا عايز احضر بقى محلول كميته 80 كيلو جرام طيب عشان احضر المحلول 80 كيلو جرام انا عندي المحلول كان كم كيلو 50 كيلو جرام المحلول كان كم كيلو 50 كيلو جرام طيب ال 50 كيلو جرام ده انا عايز احضر 80 ده اعمل طرفين وسطين انا عايد لو انا عني محلول 50% زائد 35 كيلو جرام موجود فيه 50% ملح طب لو انا عايز اعمله 80 بضرب اطرفين في وسطين 80 في 15 اهي في 15 يديني 15 في 80 وباطرحهم على كمية الايه كمية المحلول اللي انا عايز اقلله يبقى على 50 يديني 24 كيلو جرام وزن المادة الصلبة اللي هي 15 اللي هي 15% طيب اه لو انا عايز بقى احسب كمية المية بضرب 80 في 35 على 50 اللي هي نسبة الاملاح اللي انا عايزها تخففها يديني 56 كيلو جرام وزن المادة يبقى انا عرفت كده وزن المية اللي انا هستخدمها قد ايه 56 كيلو طيب وزن الاملاح اللي انا هستخدمها قد ايه 35 24 ايس في كيلو جرام وكده انا عملت محلول مكون من ايه مكون من اه محلول مخفف ل 15 في المية خلاص فاهمنا كده مربع بيرسون زي ما قلتلك قبل كده في اي نقطة او في اي مشكلة انت مش واضحالك نحاول نشرحها في اه الحلقة اللي جاية او لما تكتبنا التعليقات بتاعتها نحاول نشرحها في الحلقة اللي جاية بشكل برضو مفصل عن كده تاني طيب تحضير محلول زي تركيز منخفض ثم زيادة تركيزه يعني لو عندي بقى العكس انا عندي محلول مرتفع وخفضته قلت بستعمل فيها مربع بيرسون وعرفنا ازاي بنستعمل مربع بيرسون طيب لو انا عندي العكس محلول تركيزه منخفض وعايز اعمله زيادة تركيز يعني ايه يعني عايز ازود نسبة المواد الصلبة فيه عايز اعمله يعني عايز اقلل نسبة الاملاق المية اللي موجودة فيه طيب اعمل ايه مش هنوقف مش هنوقف نحط ايدينا على خدنا كده او نحط ايدينا على ايه ببعض كده وما نقولش لا مفيش حل لا كل حاجة وليه حل في علم الصناعات احنا بنحاول يعني ايه نوجد حلول لاصعب المواقف والاصعب الاشياء فالموقف زي ده لازم نوجد له حل ولازم يكون حله ايه سريع باقل خسائر ايه ممكن طب لو انا عندي محلول زي تركيز منخفض وعايزين نزود التركيز بتاعه بنعمل ايه لتركيز المحلول او لزيادة التركيز المحلول مخفف اضافة السكر او المحلول السكري بتركيز اعلى من التركيز المطلوب يعني السكر او الملح هنا نستبدل كلمة السكر بالملح ماشي واو السكر الواحدية ماشي يبقى لزيادة التركيز بحلول مخفف اضافة السكر او المحلول السكري بتركيز اعلى من التركيز المطلوب ونستخدم مربع برسل لحساب كمية السكر المراد اضافتها لزيادة التركيز حيث نستبدل السكر فيه الرقم المخصص للماء الذي كان تركيزه صفر في المية بتركيز مية في المية سكر بالراحة بقى كده بالراحة كده ونبدأ نفهم الكلام ده يعني يعني انا لو عندي لو عندي محلول مخفف و مثلا عملت محلول زي ما قلنا قبل كده وحناخد على سبيل المثال المخلل لو انا عملت سائل تسويق او سائل مخفف ليه المخلل عشان نبدأ اسواءه وحصل اني المخلل ده او او الناس ما اقبلتش او حصل عندي ان الناس ما ما بقتش تسحب عندي المنتج بشكل كتير كبير طيب عايز ارفع او عايز ارجعه لعامل الحفظ او سائل الحفظ بتاعه اللي سائل ايه الحفظ بتاعه وقلنا ان لو عملنا حطينا المخلل او عشان نحفظ المخلل لمدة طويلة ما احصل لش تلف لازم ارفع كمية الملح طيب انا كنت اعملها على 15 عايز ارفعها لكمية 25 او 27% ملح اعمل ايه قالك فيه طريقتين يا اما انك تضيف الملح بشكل مباشر على السائل دوت علشان ارفع لدرجة بتاعته ل 27 او 25% وده الاسم خلاص يبقى انا هضيف كمية من الملح واقيس واشوف انا دلوقتي وصلت وادوب واشوف انا دلوقتي وصلت للمستوى اللي انا عايزه او نسبة التركيز اللي انا عايزه ووقف ده اسهل طريقة طيب لو انا ما عنديش ملح واستخدمت الملح بتاعه كله في عملية التخليل ماشي وما عنديش ملح بزيادة ولسه هشتري هيكلفني بزيادة طيب لو انا عندي بقى ملح مركز في براميل مثلا او في يعني قواني كبيرة معبيها مثلا وعايز أستخدم الملح المخفف المركز ده في تخفيف الملح المخفف أو في زيادة تركيز الملح المخفف عايز أستخدم الملح المركز أو المحلول الملحي المركز في زيادة تركيز المحلول الملحي المخفف أعمل إيه؟ أستخدم برضو نفسي طريقة بربع برسل اللي احنا شرحناه بعمل مربع بكتب نسبة التركيز اللي انا عايز ارفعها نركز مع بعض نسبة التركيز اللي انا عايز ارفعها لكام مثلا هنرفع ل27 او ل26 درجة في المية ملح بحط ال26 في النص جميل وباجي على الجزء الايصر من المربع بكتب فوق نسبة التركيز بتاعة الملح اللي موجودة عندي وتحت بقى ايه نسبة التركيز اللي انا عايز اوصلها نسبة التركيز اللي انا عايز ايه اوصلها يعني او نسبة تركيز السكر او المحطوق المحلول السكري اللي موجود او الملح اللي موجود في الاساء وابدأ اعمل عملية طرح طرفين في وسطين وابدأ اشوف الكميات والنتيجة بتاعتي بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب خلاص ده تحضير محلول زوج تركيز منخفض ثم زيادة ايه تركيزه جميل؟ طيب بعد كده ودي بقى الحاجة اللي احنا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنحاول لجيبلكوا الادوات دي وازاي بقى بدأ استخدمها وازاي ببدأ اتعامل معاها داخل المعمل بتاعي او المنطقة اللي انا هشتغل فيها ازاي بقدر ايس الاجهزة او ازاي بقدر ايس نسبة تركيز المحلول انا دلوقتي عندي اه في المصنع او عندي في المعمل بتاعي او المشروع اللي انا عملته عايز اعمل فيه التركيز ده اه ممكن انا يعني كميات دي عملت حساباتي عملت كمياتي بدأت ان انا ايه ابدأ اشتغل فيه الشغل التاعي طيب فانا عايز اعرف ايه الادواتي يا استاذ اللي ابدأ اعرف فيها التركيز بظبوط والاجهزة اللي بستخدمها فيه قياس التركيز بشكل مظبوط قال لك فيه عندك جهازين اساسيين ما بنختلفش عليهم في قياس تركيز المحلي حاجة اسمها الايدروميتر وحاجة اسمها الريفراكتوميتر حاجة اسمها او جهاز اسمه الايدروميتر وجهاز اسمه الريفراكتوميتر ايه استاذ الايدروميتر و ايه استاذ الريفراكتوميتر الايدروميتر ضع بارعات جهاز بيستخدم في قياس نسبة تركيز المحليل او المخليط السائل تاني الادروميتر عبارة عن جهاز بيستخدم في قياس نسبة تركيز المحليل السائل طيب الريفركتوميتر عبارة عن جهاز برضو بيستخدم في قياس نسبة تركيز المخليط او المحليل اللذي جه طيب ليه ما مستخدمناش الايدروميتر في قياس تركيز المحليل او المحليل او المخليط اللازجة حنشوف بعد كده مع الشرح بتاعنا ومع الادوات اللي احنا هنجيبها لكم ان شاء الله زربنا اراد في الحلقة اللي جاية حنشوف ليه ما بنستخدمش المحليل او ما بنستخدمش الايدروميتر في قياس التركيز او في قياس تركيز المواد اللازجة الايدروميتر حاجة بديهية كده الفرق بين الايدروميتر في الصورة والريفراجتوميتر في الصورة الريفراجتوميتر عبارة عن جسم معدني طيب الايدروميتر شايفيه نركز كده شوية اولاد ده عبارة عن جسم ايه سائل هو ينفع اننا احط اه اسف جسم زجاجي هو ينفع اننا احط اه جسم زجاجي داخل وايس به تركيز مادة صلبة لا صعب طبع او المادة لازجة لا صعب طبع ليه لانها لو دخلت جواها او اتحطت جواها مش هيحصل لها ايه مش هيحصل لها انها ايه تطفل لان دي لها قانون للقياس ودي لها قانون هنعرفه في ان شاء الله سرد الحلقة بتاعتنا او سرد الدرس بتاعتنا طيب الايدروميتر الايدروميتر زي ما احنا شايفين عندنا في الصورة كده قدامنا كده في الصورة ده عبارة عن ايه هو عبارة عن جهاز زجاجي على شكل انبوب اهو قدامنا اهو في الصورة واضح قدامنا جهاز زجاجي عبارة عن جهاز زجاجي على شكل ايه انبوبة ماشي مقفولة الطرفين ادي الطرف اللي فوق مقفول ماشي و ادي الطرف اللي تحت مقفول يعني الطرف هنا مقفول والطرف هنا ايه مقفول وبها انتفاخ في احد طرفيا يعني الانتفاخ في الطرف الاسفل طيب يحتوي على سوق المناسب من كرات الرصاص يعني هنا في الطرف المنتفخ الاسفل الصورة اللي قدامنا ده عبارة عن طرف مليان بحاجة اسمها كرات الرصاص ويعمل هذا السقل على جعل الايدروميتر في وضع رأسي عند استعماله في قياس تركيز البحالين ويكون تدريجه من اعلى الى اسفل يعني ايه تدريجه من اعلى الى اسفل يعني يبدأ التدريج من اعلى من عندك من رقم واحد هنا وينتهي مثلا لرقم خمسين رقم سبعين على حسب نوع الايدروميتر اللي انا بستخدمه تاني الايدروميتر نركز كده مع بعض الشباب الايدروميتر هو عبارة عن جهاز زجاجي زي ما احنا شايفين قدامنا هو جهاز زجاجي على شكل انبوبة مقفولة الطرفين الطرف ده مقفول والطرف اللي تحت مقفول وبها انتفاخ في احد طرفيها الانتفاخ ده فيديته ايه انه موجود فيه حاجة اسمها كرات الرصاص ويخلي الايدروميتر ترجع لنا الشاشة هنا تخلي لي الايدروميتر عبارة يخليه بشكل افقي واقف كده واخد بالحضراتك يفضل واقف ما يميلش لايمين ولا شمال في السائل المحطوط ليه لحد ما يوصل لمستوى معين او تدريج معين زي ما احنا قلنا في الصورة اللي كانت معانا ليوصل للتدريج ده واعرف منه بعد كده نسبة الايه نسبة المحلول او نسبة تركيز المحلول السائل اللي انا بعمله عملية ايه قياس بتعريف الايدروميتر او بشرح الايدروميتر للأسف وقت حلقتنا سرقنا كان عندنا عايزين نشرح الدرس ده بنوع من الاسهاب اكتر من كده بس اوعدكم ان شاء الله في الدرس الجاية والحلقة اللي جاية هاجبلكم معايا الادوات المناسبة للشرح عشان يبقى اسلوب الشرح افضل وانسب وان شاء الله نتقابل في الحلقات القادمة شكرا فريق الاعداد شكرا فريق الاخراج دمتم بصحة وعافية والقاكم في حلقات قادمة ان شاء الله الى اللقاء